الماضي يطرق البابة الضيف خلف الباب سيغير مجرى الحياة ليس فقط لسلطان وأفس بل لكل من في الحي يقوم عمر عزيز الرئيس الجديد لمكتب جرائم القتل بفحص الملفات السابقة الخاصة بإفسون جميع الأحداث الاسترجاعية التي كان يعتقد أنه تم التستر عليها على وشك الكشف عنها مرة أخرى وذلك بفضل عمر عزيز نظرا لأن عمر زعيم شجاع جدا ولا يعرف الخوف تتنبأ إفسون بشكل أو بآخر بالمشاكل التي سيسببها لها هذا الوضع لم يتبقى لإفسون أي شيء لتجد الروح المعنوية بخلاف علاقة حبها مع أردى والطفل الذي ستلده تواصل أفسون وبهار سعادتهما بإنجاب طفل معا لكن فرحة بهار تنقطع بسبب ردة فعل طيفون يحاول أتيش كل ما في وسعه لإنقاذ والده من السجن لكن كفاحه سيجعله يواجه بعض المواقف التي ستسقطه ويستمر الخطر بأقصى سرعة ويستمر القتال بين عفان وأفس بنفس الطريقة وكانت الأعصاب متوترة بسبب الجنازة مما جعل الجميع يجتمعون ومن الواضح أن عفان هو من يقف وراء الأحداث وهو المتسبب في كل ما حدث والقوات الأمنية تعرف ذلك لكن لا يمكن التدخل في عفان الذي يتمتع بظهر صلب يجب على سكان الحي التصرف من تلقاء أنفسهم للانتقام أتيش لا يصدق الشخص الذي يظهر له في السجن ويخبره أنه والده لكن الحقائق الحالية تقف ضدها بشكل مباشر وبعد 24 عاما كان على أتيش أن يودع والده مرة أخرى يشعر أتيش بالصدمة مرة أخرى بسبب الأخبار السيئة التي نقلتها له بهار ولأن هوليا تناولت كمية كبيرة من أدوية ضغط الدم أصيبت بالمرض وكانت على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تذهب أفسون وأردى إلى فحص الطبيب للاستماع إلى قلب طفلهما لأول مرة لكنهما يشعران بحزن شديد بسبب الأخبار التي يتلقونها هناك هنان غاضب ومصمم على بذل كل ما في وسعه للانتقام من هوليا لكن فوليا لا يمكن رؤيتها في أي مكان وقد اختفت لقد فقد عفان زينب ويبدو أنه مصمم على محاسبة نساء الحي على هذا الوضع الذي جعله في وضع سيء ومع ذلك هذه المرة يجد أفسون أمامه لقد تم الآن استبدال الشراكة بين الاثنين بالعداء الأبدي لم تتمكن أفسون من إدراك ما يمكن أن يحدث بعد هذا الحادث تم إرسال أتيش إلى السجن وبينما اعتقدت بهار أنها فتحت صفحة جديدة في حياتها إلا أنها أصيبت بخيبة أمل مرة أخرى في السجن يواجه أتيش بعض الحقائق التي ستؤثر بشدة على حياتهم أتساءل لماذا تم إرسال أفسون إلى السجن؟ هل أبلغ عنه أحد؟ على الرغم من أن أردا يحاول مساعدته بكل الطرق إلا أنه لا يستطيع فعل أي شيء أفسون سيقرر القاضي في قضية من غير الواضح ما هي القرارات التي سيتم اتخاذها في المستقبل يحاول كنان إيجاد طرق للعودة إلى المنزل محمد أمير يطلب دعم أتيش من أجل منع هذا الوضع لكن هذه الحادثة تطارده لأن أتيش حاول سابقا قتل كنان بينما كانت بهار تنتظر أصول أتيش إلى منزلهم المستقر حديثا لم تعتقد أبدا أنه لن يأتي إلى الأبدي علم سلطان وغانيمت أن زينب وعفان كان عليهما توحيد حياتهما والابتعاد عن هناك تبدأ الأمهات معا في محاولة إنقاذ أطفالهن ومع ذلك فإن اليخت الكبير والفخم الذي يملكه عفان قد أبحر بالفعل عندما ينتهي انفصال فوليا عن محمد أمير تظهر شجاعة كبيرة وتريد القتال بكل ما لديها ضد الشخص الذي أثر بشكل كبير على حياتها تبدأ زينب في شرح جريمة القتل التي ارتكبها أردى أمام الصحافة وصلت إفسون وأردى الآن إلى نهاية الطريق حبهم على وشك أن يأخذ أكبر اختبار له هي لن تظل صامتة ضد أكاذيب كنان بعد الآن ولن تدير رأسها في الاتجاه الآخر يغادر موغ القصر ويقرع باب منزل الصفيح المستأجر حديثا لجمال والدة جمال خيرية تبنت بالفعل موغ لتكون زوجة أبنها وفي منطقة كيسينت يطرق باب السلطان أيضا لسبب وجيه ولكن عندما علم نوايا عفان بدأ الحي في الاهتزاز كما أن بهار منزعج جدا من جر أتيش إلى طريق مظلم بشكل متزايد ما يقطع هذا الوضع السيئ برمته هو الأخبار الواردة من إفسون عندما يتم الكشف عن حالة إفسون التي تم نقلها إلى المستشفى لن يعود شيء كما كان مرة أخرى يبذل أردى جهدا كبيرا لإعادة إفسون يقدم له بهار الدعم الأكبر بالنسبة له لكن أفكار أفسون مختلفة وتظهر صفحة جديدة في خطته وفرصة لتحقيق أحلامه الكبيرة أي شخص يمكن أن يحول هذا الوضع بعيدا؟ سيفريي التي تعلم تفاصيل زواج إفسون وو أردى وأن أردى قاتل مستعدة للانفجار مثل الديناميت من الآن فصاعدا وقد ظهر تحيز ضد السلطان في الحي الأسرار المخفية لن تبقى سرية لفترة طويلة جدا من الآن فصاعدا الصدمة التي ستحدث في حياة زينب عندما تعلم الحقيقة ستؤثر على الجميع أخذ كيناندا منه طفل سمري هل إخبار محمد أمير بما حدث هو فرصة لخلاص جيمري؟ أم أنه موقف سيتسبب في اختفاء توبراك نهائيا من حياته من الآن فصاعدا؟ لا يعتقد أتيش أن أيوب انتحر وما حدث في الرسالة التي كتبها خلف ظهره يعتقد أن هناك شيئا ما في هذا وأن السبب في ذلك هو كينان ولكن ليس من السهل الكشف عن هذا على الرغم من أن كينان يحاول جذب انتباهه من الأحداث من خلال وضع العديد من الخطط إلا أنه لن يكون من الممكن تهدئة أتيس النار تقود كينان نحو الموت بعد رحيل جانم زيند متأكدة من التخلي عن عرض الأزياء وبينما تقول إفسون إنها تجني أموالا كاملة من المتجر فهي لا تريد لزينب أن تتوقف عن عرض الأزياء تنظم زينب خطة للانتقام من الأشخاص الذين وضعوا حياتها في ورطة بينما يستمر العمل الإعلاني لمتجر إفسون سيحدث شخص غير متوقع تغييرات مهمة في حياة إفسون أردا وبهار الذين يعتقدان أنهما سيخسران إفسون إلى الأبد يبذلان جهدا لإبعاده عن هذا الطريق الذي دخل فيه لكن إفسون قررت ما يجب فعله أصدر كنان التعليمات وأرسل موظفه إلى فندق أتهان للقضاء على بهار وأتيس بينما يقترب إيوبي الموظف الأكثر ثقة لدى كنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر